نروح لمننا نصبح عليها طبعاً وطمنا على حالة طقس كمان بالإضافة إلى أسعار العملات والدف صباح الخير عليك يا من صباح الخير عليك يا شازلي صباح الخير عليك يا بسان صباح الخير عليك هذا جو لطيف جو حر شوية مناسبة تايد الأب لازم فاعل بس محبي الصيف مبسطين ممكن يكون حد من محبي الصيف كان عايز يكرم الأب فبيربطوا بالمناسبة اللي هو بيحبها مستيبا حتى نشاء نطق في موضوع الصيف ده ممكن محبي الفواكه الصيفية من السيدات محب الصيف مثلاً يعني صباح الخير عليك صباح الخير عليك صباح الخير علي كل مشاهدينا خلينا استعرض مع حضراتكم بعد أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر هنتدي على طول من القاهرة كبري 15 مايو حيظهر معانا حالاً حنلاقي فيه سيولة مرورية نسبية الكنيش حنلاقي فيه كسافة مرورية بسيطة وبتزيد مع الوقت للمتجه لمدان التحرير كمان حنلاقي بعض الكتفات للمكمل لغاية المعادي وحلوان لو بصينا على طريق الأوتوستراد في الاتجاه الجاي من مناطق التبين واتجاه مناطق المعادي حنلاقيه مغلق وفيه تحويل لحلقة المرور للاتجاه النحية التانية لمدة 90 يوم وابتدت من إمبارح وده طبعاً تزامناً مع القيام بتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع مروراً على طريق الأوتوستراد بجوار القومية للأسمنت وكمان عارفين أن فيه في المنطقة دي تنفيذ ورفع كفاءة طريق الأوتوستراد بالمنطقة المشارئة ديها تعالوا نشوف مع بعض هنا مطلع المؤطم مطلع المؤطم للمتجه لصلاح سالم مغلق لغاية منتصف أغسطس بمعرفة الإدارة العامة للمرور تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير للطريق الصعد لمناطق المؤطم بداية من محور صلاح سالم والأوتوستراد وصولاً لمدان الفاروق دهاباً وإياباً وده لمدة بتنتهي في منص أغسطس اللي جاي خلينا نروح لاتجاه كبري أكتوبر لمنطقة الإسعاف ورمسيس حنلاقي كسافة مرورية على طول كبري أكتوبر زي ما احنا شايفين والغاية نزلت غمرة والعباسية المتجه بقى لشارع بورسعيد لشارع الشرابية وحداء الأوبة وكبري السواح والأميرية والعكس حيلاقي طبعاً بعض الكسافات عند كبري الزاوية الحمرة ومنطقة الويل الناس بقى عايزين ياخدوا بالهم لليه حيتجه أن فيه غلق جزئي بسبب أعمال توسعة للطريق اللي جاي من مناطق المرج في اتجاه السلام بالوصلة من منزل الطريق الدائري في اتجاه شارع السادات ولغاية بطلع الطريق الدائري في اتجاه طريق جالاكسو ده طبعاً احنا عارفين أنه هو لمدة شهر اللي هيكمل الطريق الدائري حيلاقي بعض الكسافات عند نزلة اليوب ونزلة المحور خلينا مشاهدين يناستكمل جولتنا في شوارع الجيزة احنا عارفين أن الوقت ده بيشهد كسافات مرورية بسيطة بتزيد تدريجياً مع الوصول لساعات الظروة الصباحية بنفكر حضراتكم أن فيه تحويلات مرورية لمدة 3 أسابيع لتنفيذ الأعمال الانشائية لكبري سيارات مستحدث في شارع السودان بجيزة عشان يربط محور الفريق كمال عامر بمحور صفت اللبن وشارع السودان وده طبعاً بيستلزم غلق كلي لشارع السودان بالاتجاه القادم من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان اتجاه أسفل كبري سارود هنلاقي طبعاً أن كمان فيه استمرار للغلق الكلي لمطلع الطريق الدائري القوس الشرقي المنيبل اللي جاي من محور اللبيني والمؤدي لأعلى طريق المنصورية والطريق السياحي والغاية يوم الخميس 23 الشهر وده حيأتي بإطار تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد وطريق المنصورية ضمن المشروعات القومية للطرق اللي بتشرف على تنفذها وزارة النقل خلينا نكمل جولتنا ونشوف مع بعض محور 26 يوليو احنا شايفين كسافات مرورية للمتاجه لميدان لبنان بتقل الكسافات دي لغاية نادي الزمالك ومطلع كبري 15 مايو وفيه أيضا تحويلات مرورية بسبب إنشاء مشروع محور 26 يوليو الجديد وده بيستلزم غلق كل لطريق البراجيل قدام حركة المرور تحديدا في الاتجاه اللي جاي من أسفل الطريق الدائري اتجاه منطقة كبري المطار ومحور أحمد عرابي واحنا عارفين ان في المنطقة دي تم إجراء التحويلات المرورية لحركة سلق المركبات اللي جاي من مناطق وسيم وأسفل الطريق الدائري لو بصينا بقى على محور صفت بنشهد كسافة مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة في المنطقة دي وشارع الهرم طبعا هنلاقي إن الكسافات المرورية ابتدت تظهر في مناطق مشعل والغاية شارع العشرين لو بصينا بقى هنلاقي في كسافات عالية للمتاجه لكبري الجيزة وشارع فيصل بمناطق الطريق فيصل والغاية الطوابق والغاية شارع العشرين وكمان الكسافات المرورية المتحركة هنلاقيها في مدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية خلينا بقى نروح لمحافظة الإسماعيلية للرايح المحافظة من خلال الطريق الصحراوي في سيولة مرورية كبيرة هتستمر من أول القاهرة ولغاية مدخل المدينة للمتاجه من خلال الطريق الزراعي طريق طرعة الإسماعيلية الطريق كويس جدا لكن هنلاقي بعض الكسافات عند مدخل عدد من المدن على طول الطريق لو بصينا بقى جوه شوارع مدينة الإسماعيلية هنلاقي سيولة مرورية كبيرة وخصوصا على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية أما طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم هنلاقي فيه سيولة مرورية إلا بعض الكسافات المتحركة مش هتكون بتأثر على الحركة إحنا شايفين الخريطة كلها مكسوبة بالأخضر أما بقى إلا حيروح لبورسعيد هنلاقي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد إجمالاً المنطقة دي كلها ما فيهاش أي تكتلات مرورية خلينا بقى نتحول من منطقة القناة لجنوب سينة ونكمل مع بعض محافظة سوهاج لجنوب السعيد عفواً ونشوف مع بعض محافظة سوهاج هنبتدي فيها محطة أطر سوهاج إحنا شايفين محطة الأطر بتشهد دايماً كسافات النسبية لو كملنا بعدها ومشينا بعدها هنشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط طرف العارف باع طريق العارف بعدد من الطرق الرئيسية فيه كمان بعض الكسافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة هنلاقي فيه كسافات نسبية هنلاقي كمان كسافات نسبية على طريق مستشفى جامعة سوهاج وكسافات مرورية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير لو بصينا بقى على طريق المنشية وطريق أخميم جرجة بنلاقي برضو سيولة مرورية في الاتجاهين للجاي لمدينة سوهاج أو العكس وأخيرا طريق أسوان الزراع الغربي احنا شايفين فيه سيولة مرورية تامة وما فيش أي مشكلة فيه دلوقتي مشاهدينا تعالوا مع بعض نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية الدولار الأمريكي بيسجل 18 جنيه 71 قرش للشراء 18 جنيه 78 قرش للبيع اليورو بيسجل 19 جنيه 75 قرش للشراء 19 جنيه 83 قرش للبيع الجنيه الاستريني بيسجل 22 جنيه 27 قرش للشراء 23 جنيه 7 قرش للبيع الفرانك السويسري بيسجل 19 جنيه 34 قرش للشراء 19 جنيه 43 قرش للبيع اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 79 قرش للشراء 2 جنيه 80 قرش للبيع الريال الصعودي بيسجل 4 جنيه 98 قرش للشراء 5 جنيه للبيع الدينار الكويتي بيسجل 60 جنيه 85 قرش للشراء 61 جنيه 26 قرش للبيع أما الدرهم الإماراتي فبيسجل 5 جنيه 9 قرش للشراء 5 جنيه 11 قرش للبيع وخلينا دلوقتي نتحول لأسعار الدهب عيار 18 سعر الجرام بيسجل 863 جنيه عيار 21 بيسجل 1006 جنيه للجرام عيار 24 بيسجل 1149 جنيه للجرام والجنيه الدهب بيسجل 8046 جنيه ودلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال التقس النهاردة التقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وفي نشاط رياح أحيانا بالليل على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34 درجة أعلى درجة حرارة هتكون في إدفو 39 درجة وأقل درجة حرارة هتكون في دميات 28 درجة هنتابع مع حضراتكم التقس بالتفصيل بعد قليل